انتبه اشقال مع نديا فوتي رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياو في مؤتمر صحفي اعترف انه ابلغ واشنطر بمعارضته فكرة اقامة دولة فلسطينية بخلاف الرغبة الامريكية وشدد على ان اي اتفاقية مستقبلية يجب ان تضمن سيطرة اسرائيل امنيا على الضفة الغربية وقطاع غزة الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية بل على وجود الدولة اليهودية لم نعطي اراضي لأي دولة تهددنا في كل اتفاقية مستقبلية يجب ان تكون دولة اسرائيل مسيطرة تماما على كل المساحات غربي نهر الاردن هذه هي الحقيقة واقولها لاصدقائنا الامريكيين الولايات المتحدة الامريكية من جهتها اكدت انها لن تتوقف عن العمل من اجل تحقيق حل الدولتين والخارجية الامريكية تعتبر ان اقامة دولة فلسطينية هي الحل الوحيد لحل تحديات الامنية اللي يوجهها الاحتلال نسوا بعضنا تصريحا متحدث باسم الخارجية الامريكية ميلر سنواصل التأكيد لقيادة اسرائيل والحكومة على ان هذه هي الفرصة المتاحة لهم وانه لا سبيل لحل تحدياتهم الامنية طويلة الامد وتوفير امن دائم ولا سبيل لحل تحديات قصيرة الامد المتمثلة في اعادة اعمار غزة وتدشين حكم في قطاع وتوفير الامن هناك من دون اقامة دولة فلسطينية رئيس الولايات المتحدة الامريكية اكد ان ناتنياهو ما عرضش مسألة حل الدولتين هنا يظهر التنقض على مستوى التصريحات ويقول جو بايدن ان تصريحات هذية جيت بعد اتصال برئيس وزراء الاحتلال وهو الاتصال الاول منذ تقريبا شهر نسمو هناك عدد من الانماط لحل الدولتين هناك عدد من الدول الاعضاء في الامم المتحدة التي ليس لديها جيوشها الخاصة وهناك دول تخضع لقيود معينة لذا اعتقد ان هناك طرق يمكن لهذا الامر ان ينجح من خلالها اليوم زده شفنا برشة محلين اللي يتحثوا على شنو يمكن السيناريويت اللي خليت جو بايدن يصرح التصريح هذية ويتكلم على الليسان نتنياهو خلي نسمعه مصطفى البرغوفي كيفاش فسر او شنو يمكن الرؤية متاعه في علاقة بتذارب التصريحات هذية واليوم يتسئل يقول انا اليوم شكون النجم نصدق بايدن قال انه يمكن ان يكون حل دولتين حتى في وجود نتنياهو خلينا نسمع من نتنياهو يخرج ويقول انه هو يؤيد دولة فلسطينية مستقلة نتنياهو قال قبل يومين فقط انه هو ضد قيام دولة فلسطينية مستقلة ونتنياهو قال قبل اسبوع انه افضل رئيس وزراء في اسرائيل لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة اذا من نصدق الولايات المتحدة على مدار ثلاث سنوات قبل هذه الحرب التي بدأت وبايدن يقول نعم دولة حل الدولتين والاخره ولكن ليس الان الوقت غير مناسب غريب ثالثا اذا كانت الولايات المتحدة تعترف بان الاستيطان يدمر امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة لماذا لا تضغط على اسرائيل ولا بشيء ولا تهددها بشيء لوقف الاستيطان على الاقل اما الحديث عن انه السبب في عدم قيام دولة فلسطينية مستقلة انه لا يوجد شريك فلسطيني فهذا ضلال لانه في الواقع منظمة التحرير الفلسطينية اللي وقعت اتفاق اسلو اللي بعترفوا فيها كممثل الشاب الفلسطيني تستنى صالها 30 سنة وخلال 30 سنة منذ عام 2014 لم يقبل اي رئيس وزراء اسرائيلي ان يجتمع مع اي مسؤول فلسطيني شخة موبليكس خياضية يجينا من عند خبير في شؤون الامريكية وصحفي محمد الصوتي اللي اليوم يفسر شنوه الاسباب اللي خلات رئيس الولايات المتحدة الامريكية يصرح بانه اتلقى الموافقة من عند ناتنياهو على مسألة حل الدولتين بايدن هو الاكثر قربا من اسرائيل بين الديمقراطيين هو الاكثر دعما لهم هو نفسه يقول ونقل عنه عبارة انه من الممكن ان تدخل اسرائيل في شجار باليد مع الولايات المتحدة لكننا سنستمر في دعمها والدفاع عنها هذه المشكلة في اسلوب تفترف بايدن مع اسرائيل هو بالفعل يريد دولة فلسطينية ليكن لكنه ليس مستعدا لعمل شيء من اجل تحقيق ذلك الهدف اذا ما تطلب اي خلاف وصدام مع اسرائيل فبالتالي كل ما يطلبه لن يستمع له الاسرائيليون لانه في نهاية الامر مجرد رغبات ليس وراءها ضغط حقيقي من اجل تنفيذها الجملة الاخرانية معابرة جدا اياد ينجم يوصل حتى يتعاركوا بالبونية اما ما يدفع على مصالحها في الاخر بيسر طبيعة العلاقة بين الاحتلال والولايات المتحدة الامريكية منذ تأسيس الكيان ومسألة واضحة فين؟ كما انت بالدرجة بتعنا رأي امريكا التعامل مع الاحتلال المنطق يضربك ويضرب عليك لا 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 ما بات تضربها عرفتك اللي عندها ولدها يسرق ويخطف طنقوا ما شافوا حد ما على بالهاش النهارة اللي يجي والله عيب عليهم لا ما حقوش ولكن في الحقيقة تقعد ديما تدافع عليه ايديار موضوع الدولتين مسألة سهلة ياسر الولايات المتحدة الامريكية من على الاقل يا اخويا خلنا رجع من اوسلوهما كل رئيس امريكي يجي يقول نحن مع حل الدولتين ايه وبعد اسرائيل متحبش ايه اش عملنا ليه ما واتوشوفوا ان شاء الله اسرائيل تبدل رأيها وكذا معناتها هي عملية فقط هونو لإرضاء جزء من الرأي العام الدولي اخويا احنا مع حل الدولتين بكل صراحة اياد معتها نجمو نحكيو على دول دولتين في التشكيلة الجغرافية اللي موجودة اليوم معتها انا مستغرب معتها لا يمكن الحديث عن دولتين بهذه الطريقة شوف حتى كي نمشيو للأقصى عليش انتي السهيل عليش ميحبوه معتها قطاع غزة ومبعض كيين سهيوني ومبعض ضفة الغربية واخي خفامة دولة هي عندها تكلتر في جهة معتها تي معتها بكل صراحة جغرافيا دولة مقاوماتها شنا انه عندها رقعة جغرافية ولكن يجب نفهمه علاش الاحتلال رافض فكرة الدولة الفزائية تبدأش على مئة كيلومتر مربع على خطر فهمها المعطى الديمغرافي يعرفوا انه ديمغرافيا راهوا عندهم من جهة الفلسطينيين محيطين بهم من كل جهة في الضفة الغربية وفي غزة اضافة للعرب منتاع 48 اللي هما الفلسطينيين اللي يحملوا اللي الجنسية الإسرائيلية ولي هما موجودين واللي ديمغرافيا مش عتيك انا مؤشر بسي تعرف اليونيسيف خرجت رقم من 7 أكتوبر لليوم قدش 108 أيام تقريبا تعرف قدش تولدوا من طفل في غزة 20 ألف طفل تولدوا في 104 أيام رقم منتاع اليونيسيف المخاوف الديمغرافية منتاع الاحتلال تخلي انه السهاينة عندهم مشكل حقيقي فيما يتعلق بمسألة وجود دولة فلسطينية خطر يعرفوا انه وجود دولة فلسطينية يعني هزمتهم النهائية وهذا كعليش معنا تقدم يحاولوا الامريكان يخبيه وغير ولكن حقيقة المشكلة هي هذه واليوم نتنياهو في حد ذاته أصبح راهين متاع المستوطنين المتطرفين اللي بليش بيهم ما ينجم يعمل حتى حكومة في إسرائيل دونك يلقى روحوا في الوضعية هذه إنه إلي أبليجي حتى كان هو يحبي عم خطوات من الجمش عنده بينك فيروس موتريش ومعنا وزير شباب الرياضة بتاعهم قالهم هذه لا سبيلة إليه في يوم من الأيام إنه تكون فم دولة فلسطينية دونك ما هتها في تقديري إنه من النفاق إنه اليوم نحكيه على إنه فم مشروع ويمكن أسمع يمكن بما في ذلك بوجود نتنياهو البعض يحكيه البعض اللي عندهم شوية عقل من الموجودين في الكيان السهيون اللي عندهم مزال بعض من العقل يقول لك مثل هذه التصرفات تعجل بنهاية دولة إسرائيلية قاعدة تعجل بالنهاية انتاح مي بيسور مخفصوا العباد شنو يقصدوا به هم الكلمة شنو يقصدوا أكي يقولوا كيفاش تعجل بنهاية انتاح شوف أدول رغبش تعيش فما مقاومات يجب تكون أو لأن يجبك تكون مندمج في المحيط متاعك هذاك عليش فما مخطط التطبيع نعطيك مثالا نورمال مو نورمال أخي فانا قارة موجودين هم موجودين في آسيا نعطيك مثال عمرها مالكيان السهيون هلعب مبارياته في آسيا مثلا يعطيك صحة تصفيته عمر من أجمال يعطيك صحة يعطيك صحة يعطيك صحة اللي يجيرين الكل مش بركة ما يحبوهش وما يسلموش عليه وما يصبحوش عليه وما يسلفوهش الخبز وما يتعدى في الشارع يضربوه بالحجر هم هذيك الوضعية بتاهم وقدما بشيو قدو بشتتتواصل الوضعية بتاهم هذي الناس من الأول يقولوا شواء بعد الحرب العالمية الثانية اللي صارت معناتها المحرقة لليهود في أوروبا خليت برشا يهود من العالم يجيوا هم سمحني أنت اليوم اليهودي اللي عايش في مناتن ولا عايش في كاليفورنيا ولا عايش في أستراليا هليش بشي شنو اللي عنده في مخو بش يسيب أبر المتطرفين الدينيين بش يسيب حياته ويمشي يلقى روحه كل يوم سهبت عليه صاروخ وأطنطاء وغيره دونك المسئلة الاستقرار والاندماج إضافة للمسألة الديمغرافية رأوا معناتها توت لبروجيكسيون يقولوا أنه داخل حدود الكيان راهوا في مرحل من المرحل بش يوصلوا العرب بمتاع 48 يوم يحملوا الجنسية الإسرائيلية أكثر من اليهود الشيء اللي هدد مسئلة يهودية الدولة وهذا كعليش عملوا في الدستور مسائل تتعلق بالقضايا هذية دونك مسألة متع وقت دونك بعض العقول اللي عندهم شوي مخ معتها وليعطوهم معلومة ذا هذه التصرفات بما فيهم إبادة جماعية بما فيهم ميز عنصر اللي يمارس فيها الكيانة السهونية فأنا فاشتو عجل في النهاية خاطب ما تجمش تقعد تعيش في محيط يكر هكا كل وانتي تعزز في الكراهية ذا قاعد من هار الاخر معتها أنت كياني سايبو مصر مصر من غدوة نجم تدخل علي كياني سايبو مصر ما شعلين معتها في الموضوع من نصف سكل أردن فلسطينيين لبنان كيف كيف معتها إيران بجنابهم غادي تستنى فرصة هكا سوريا نفس الشي اليمن هكومريتو معتها تقريبا كل دول المنطقة تكره معتها وقل لك نستثمر احنا علاقة اللي نستثمر هذه وجهة نظر نتعال بعضها نستثمر وفي علاقات طيبة على أقل معهم على أمل أننا نلقاوا بلايسة معهم في هذه الرقعة الجغرافية بالكلمة البهية ومش بالصوارخ معتها لوجيكمون هو هذا بقى عملين بعد هما هما أدر طب صراحة خير خلي عجله في نهاية وخلي تتحلم مرة واحدة يعطيك صحة إياد بركة الله فيك يعطيك صحة نادية بركة الله فيك